لأسابيع عدة يتواصل خروج المحتجين العراقيين إلى الشوارع للمطالبة بتغيير جذري شامل لكن يبدو أن هذه المطالب لم تجد أذانا صاغية مع توافق معظم القوى السياسية العراقية بدعم إيراني على اختيار محمد شياع السوداني قئيسا للحكومة المقبلة وهو توجه يصر المتظاهرون العراقيون على عدم سماح بتحقيقه معنا من بغداد الصحفي حازم الجابر أبدأ طبعا معي حازم الجابر الآن حازم بدأ ما أبرز التطورات اليوم في هذا اليوم التظاهري الذي طرح فيه اسم تدوير اسم سيد سوداني مرة أخرى مع رفض الشارع كيف استقبل الشارع والمحتجين هذا الاسم اليوم نعم ماجد منذ أن تم تسريب اسم محمد الشاع السوداني من قبل بعض المصادر لتولي رئاسة الحكومة المقبلة كانت هناك تسريبات بأن الكتل السياسية اتفقت على اسم محمد الشاع السوداني لتولي رئاسة الحكومة المقبلة منذ أن بدأت هذه التسريبات خرج المحتجون في مناطق عدة من محافظات الوسط وجنوب وحتى في بغداد لإعلان رفض الشارع لهذا الترشيح بأتبار أن محمد الشاع السوداني رجل ينتمي إلى حزب الدعوة الحزب الذي حكم البلاد ثمان سنوات في فترة سابقة وأيضا هذا الحزب وكتلة دولة القانون أيضا كانت التي يترأسها المالكي مرفوضة من قبل الشارع لذا فإن الشارع يرفض ترشيح محمد الشاع السوداني وكانت هناك لافتات كتبة عليها بأن الشارع يريد شخص مستقل لا مستقيل في إشارة إلى أن استقالة محمد الشاع السوداني من حزب الدعوة ومن اتلاف دولة القانون جاء قبل 24 ساعة من هذه التسريبات هناك اتفاقات تجري حتى ساعات قليلة ماضية ماجد بين الكتل السياسية لبحث مرشح رئاسة الحكومة المقبلة لا نعرف إذا ما كانت الكتل السياسية ستصر على ترشيح السوداني بعد أن قال الشارع كلمته أو سترشيح شخصا آخر الساعات المقبلة سنعرف من المرشح القادم لرئاسة الحكومة خصوصا بعض الكتاب أو توجيهات رئيس الجمهورية أو الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى رئاسة المرلمان لتبيان من الكتلة الأكبر هذه الدعوة رد عليها مجلس النواب بأن الكتلة الأكبر غير محددة وغير مشخصة خصوصا وأن كان هناك خلافات بين الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة المستقيلة على من الكتلة الأكبر وربما تذهب الأمور باتجاه المحكم الاتحادية للبت بهذا الموضوع في الشارع أو ميدانيا ماجد تستمر الاحتجاجات الشعبية وهناك حالة من الغضب بعد ارتفاع معدلات حوادث الخطف والاغتيال بحق الناشطين وكان آخر هذه الحوادث ما حل بالناشط حقي العزاوي عندما فتح مسلحون النار عليه في منطقة الشعب قبل ساعات من الآن هناك حالات غضب واستنكار لما حدث ومطالبات للقوات الأمنية بحماية التظاهرات وأيضا هناك من يحمل القوات الأمنية مسؤولية ما يحدث وهناك عشائر تهدد بحمل السلاح إلى ما استمرت هذه المجامعة المسلحة بملاحقة الناشطين وبقاء القوات الأمنية بموقف المتفرج نعم ماجد نعم إذن كان معي من بغداد الصحفي حازم الجابر نضم إلينا من ناربيل الكاتب والباحث السياسي السيد سرمد الطائي أهلا بك سيد سرمد معنا في غرفة الأخبار سيد سرمد إعادة تدوير هؤلاء المسؤولين طرح أسمائهم مرة أخرى كرؤساء أو رئيس الوزراء قادم هل هو إساءة لتقدير الموقف باعتقادك أم أنه بالون اختبار للمتظاهرين اليوم تحيتي لك وللجمهور الكريم هي لأنه أول مرة هذه الكتل النيابية خصوصا المقربة على طهران أول مرة تختبر حالة استقالة رئيس جمهورية وحالة أنه لا يسعها أن تختار وإنما يجب أن ترضي الجمهور الغاضب الجمهور الغاضب يقول هذه البرة الخيار خياري نفذوا ما أريد لدي معايير لن أسامحكم لن أصبر عليكم لدي معايير مرشح مستقل من خارج الطبقة الحزبية قريب من المطالب المتظاهرين يستطيع أن يستعيد الدولة المخطوفة التي اختطف قرارها الأمن بيد الميليشيات والكتل متفاجئة كيف لهؤلاء الذين حكمناهم لسنوات أن يتجرؤوا ويصمدوا أكثر من شهرين ونصف ونقتل منهم ونجرح أكثر من 22 ألف ونخطف ونروع وهم يصمدون ويفرضون قرارات ويسقطون مرشحين وتدرك هذه الكتل أن المرشح القادم إذا لم يكن بمعايير ساحات الاحتجاج فإنه سيسقط كما سقط أهم مرشح كان هو السيد عادل عبد المهدي رجل نظيف وجرى تشويهه وجرى توريطه بقتل الناس بهذه الطريقة و سقط فكيف بعد عبد المهدي المعركة الآن ليست على أسماء أو مرشحين المعركة على معايير المعايير التي وضعتها ساحات التحرير ستعني انتخابات تشريعيا وإجرائيا بمعايير دولية وهذه الانتخابات ستغير ما لا يقل عن 70% من خارطة القوى السياسية في البرلمان خصوصا حلفاء إيران سيفقدون معظم مقاعدهم في البرلمان هنا المعركة كيف سيتخلون عن هذه المقاعد وكيف سيقبلون بقواعد العمل الجديدة وكيف سيواجهون صمود هذا الجمور الذي جاءته تطورات كثيرة بناخية وعنفية وسياسية وصمد وبقي وزاد إصراره هنا المشكلة طيب سيد سرمد على الجانب الآخر اليوم هناك أيضا سؤال مطروحه بشكل كبير لماذا لم يطرح المتظاهرين أي اسم يريدون أن يصل إلى منصب رئيس الوزراء من يعتقدون بأنه يوافي هذه المعايير التي تتحدث عنها البعض يقول عدم طرح اسم هو ربما يكون إضعافا للمتظاهرين بالحقيقة الآن يعني هناك أسماء متداولة جرى تداول أسماء مثلا القاضي رحيم الأقلي رجل قاضي كبير ومعروف بمواقفه الوطنية وضد هذا الاتجاه المحافظ المتزمت جرى طرح اسم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي جرى طرح اسم الرئيس السابق للمصرف المركزي العراقي سينان الشبيبي أسماء كثيرة موجودة معروفة بقربها من مناخ الاحتجاج وحركة الاحتجاج ومعارضتها للميليشيات التي انقلبت على الدولة وهيمنت على القرار الأمني وجزء من القرار السياسي لكن كثير من المتظاهرين وحلفائهم من النخب الفكرية العراقية والسياسية الوطنية يعتقدون أنه ليس الآن مشكلة الاسم لدينا مهل دستورية نريد أن ننتزع اللقبة من فم قاسم سليماني نستخرج القرار العراقي من أيدي الإيرانيين نضعه على طاولة القوى الوطنية والمراكز القوى الاجتماعية العراقية حينئذ أسماء كثيرة يمكن أن تشكل فريقا يدخل المرحلة الجديدة ويتعامل مع قواعد العمل الجديدة ليست هناك مشكلة اسم يستطيع المتظاهرون أن يطرحوا أسماء كثيرة لكن الآن المعركة استخراج القرار من يد النفوذ الإيراني وإعادته إلى المحور الوطني والعقلانية السياسية في بغداد سيد سرمد رأينا صور مؤلمة خلال أيام الماضية لعملية اغتيال بعض النشطاء اليوم يتجدد هذا الاغتيال في حق الناشط حقي العزاوي كما استمعنا من أخبار مراسلنا إلى أي مدى اليوم صوت مرتفع فيما قبل لم يكن يستطيع العراقي أينما كان انتقاد الإيرانيين أو القوى التي يدعمونها بالداخل العراقي اليوم هل تغير هذا الموضوع هل أصبح الشارع العراقي يستطيع الانتقاد وبحرية أم لازال هناك مخاوف الحراك الذي ولد الآن ليس مفاجئا هو تراكم لسنوات من الأصوات العالية المعارضة للنفوذ الإيراني والمعارضة للتشدد الديني والمعارضة للانقسامات الطائفية خصوصا لاحظنا بعد معركة الموصل بعد انتصار العراقيين على تنظيم داعش وكان هناك صعود للوطنية العراقية كبير استعادة لهيبة الدولة الجيش جرى تأهيله قوات الكوباندوز جرى تأهيلها لذلك إيران وحلفاء إيران بدأوا منذ تلك اللحظة يخافون من الجيش يخافون من القوات النظامية يخافون من جماهير الشباب الذين أسقطوا الخطاب الطائفي في العراق وولدوا لحظة ليست شاعرية وإنما الوطنية العراقية الآن ليست شعر أو لحظة عاطفية وإنما هي تحول اجتماعي لذلك هو راسخ يستند هذا التحول الاجتماعي يولد تحولا سياسيا لذلك الأحزاب التقليدية متفاجئة من سرعة التحولات الاجتماعية والسياسية واليوم الصوت المرتفع هو نتيجة لمعارضة مهمة قام بها العراقيون الوطنيون طوال سنوات ليس فقط للنفوذ الإيراني لنفوذ أي طرف آخر يريد أن يجعل العراق يحتجز العراق في لحظة ضعف وفي لحظة انقسام وفي لحظة غياب الاستقرار اليوم نقول قواعد عمل جديد لأنها تستند إلى تحول موجة تحول بالحقيقة عارمة من أعالي السهل حتى البحر في البصرة شكرك كان معي من أربيل الكاتب والباحث السياسي سيد سرما دطاي شكرا جزيلا لك